علوم الصفحة الاول الإعدادي اختبار كتاب الأضواء على الدرس الاول المادة وخوصة صفحة 4 وقم واحد ألف اختر الإجابة الصحيح 1. كتعة من الصخر كتلتها 28 جرام وكثافتها 82 جرام على سنتمتر مكعب فإن كثافة 280 جرام من نفس الصخر تساوي نقاط جرام على سنتمتر مكعب سواء تغييرات الكتل أو الحجوم لنفس المادة تظل الكثافة كما هي لا تغيرش يبقى كام 2.8 جرام على سنتمتر مكعب 2. عند وضع كتعة من معدن كتلتها 50 جرام وحجمها 25 سنتمتر مكعب في الماء فإنها نقاط علم بأن كثافة الماء 1 جرام على سنتمتر مكعب الكثافة تساوي الكتلة على الحجم الكتلة كام 50 والحجم 25 ستساوي 2 جرام على سنتمتر مكعب 2 أكبر من 1 وبالتالي إيه تغوص إيه باركهم إيه باق 3. تملأ بلونات الاحتفالات بغاز الأكسجين النيتروجين الهليوم طبعاً غاز مين الهيدروجين أو الهليوم لأن كثافته أقل من كثافة الهواء فيرتفع إلى أعلى 4. عند تساوي الكتلة لمواد مختلفة يكون لها حجوم متساوية حجوم مختلفة طبعاً حجوم إيه مختلفة باختلاف كثافتها 5. باق علل يغوص مصمار من الحديد في الماء بينما يطفو الفلين على سطحه لأن كثافة مصمار كثافة مصمار الحديد أكبر من الماء بينما الفلين أقل كثافة من الماء 2. ألف أكمل العبارات الأتية بالكلمات المناسبة 1. يمكن التمييز عن طريق نقط بين كل من ملح الطعام والسكر صح عن طريق الطعام وعن طريق نقط بين كل من العطر والخل صح الرائحة 2. الحجوم المتساوية من المواد المختلفة 3. لها كتل مختلفة اختلاف كثافة كل مد 3. الكثافة هي نقط وحدة الحجوم من المد كثافة هي كتلة وحدة الحجوم من المد وحدة قياسها جرام على سنتيمتر مكعة 4. وحدة قياس الحجم هي نقط سنتيمتر مكعة بينما وحدة قياس الكتلة جرام 5. ماذا يحدث؟ 6. استخدام الماء في إطفاء حركة بترول 7. يطفو فوق سطح الماء ويظل الحريق مشتعلا 3. ضع علامة صح او خطأ امام العبارات الاتية 1. يمكن الكاشف عن غش اللبن بتعيين كوثلاته 2. يمكن التمييز بين الزهب والفضة عن طريق الرائحة 3. كثافة عشر جرام من الحديد النقي أصغر من كثافة اتنين جرام منه 4. يطفو النحاس في الماء بينما يغوس الخشب فيه 4. يطفو النحاس في الماء بينما يطفو الخشب فيه 4. أراد محمد كياس كثافة حجر غير منتظم الشكل 4. كتلته أربعين جرام فقام أولا بتعيين حجمه كما بالخطوتين يمثلهم الشكل المقابل ما يكون متكسفة الحجر التي توصل إليها هنجيب حجم الحجر حجم الحجر يساوي حجم الماء المسكوب يعني الماء الوعدده هي حجم مين الحجر؟ كام عشرين سنتمتر مقاعد يعني بيساوي عشرين سنتمتر اي مقاعد أدري الكثافة تساوي الكتلة على الحجم الكتلة كام أربعين والحجم عشرين بتساوي اتنين جرام على السنتمتر اي مقاعد ثابت اتنين نقم واحد الف اختر الإجابة الصحيح واحد يمكن التمييز عن طريقة التوصيل الكهرباء بين كل من الحديد والنحاس الاثنين لوصل الكهرباء الخشب والبلاستيك الاثنين رديد التوصيل الكهرباء الحديد والخشب طبعا الحديد والخشب الحديد جاي التوصيل الكهرباء والخشب رديد التوصيل الكهرباء اثنين الفضة والبلاتين من الفلزات الف النشطة نسبيا النشطة جدا رديد التوصيل الحرارة ضعيفة النشاط الكيميائي ضعيفة النشاط الكيميائي رقم دي ثلاثة من المواد التي تتميز بدرجة انسهار منخفضة مرحو الطعام الشمع الزبد باق واجب معا باق واجب معا باق علم يأتي واحد يمكن فصل مكونات زيت البترول عن بعضها بسهولة لاختلاف درجة غليان كل مكون منها عن الآخر اثنين تصنع عوان الطاهي من الألمونيوم وتصنع مقابضها من الخشب أو بلاستيك لأن الألمونيوم جيد التوصيل للحرارة والخشب أو البلاستيك رضيء التوصيل للحرارة اثنين أثنين ألف أكمل العبارات الأغتية بالكلمات المناسبة واحد من المواد الصلبة التي تلين بالتسخين نقاط الحديد نحاس ألمونيوم ومن المواد الصلبة التي لا تلين بالتسخين الكابريت والفحم اثنين تستخدم سبيكة نقاط في صناعة الحلي الزهب والنحاس بينما تستخدم سبيكة نقاط في صناعة ملافات تسخين النيكل كروب ثلاثة تصنع أسلاح الكهرباء من نقط أو نقط من النحاس أو الألمونيوم ما زيحدث عنده؟ واحد ترك قطعة من السوديوم معرضة للهواء الرطب تفاعل لحظيا مع أكسجين الهواء الرطب اثنين ترك الكاباري المعدنية وعملة الإنارة بدون طلاء وتتعرض للصدق والتأكل ثلاثة ألف أكتب المستحر علمي واحد مادة محلولها في البنزين رضيء التوصيل للكهرباء كولوريد الهيدروجي اثنين الدرجة التي يبدأ عندها تحويل المادة من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية درجة الغلياية ثلاثة درجة الحرارة التي تتحول عندها المادة من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة درجة الإنسهار باق سوب مادة توخط في العبرتين الآتياتين واحد محلول السكر في الماء موصل للكهرباء غير موصل ثلاثة الكاباريت مادة صلبة تكون لينة في درجة الحرارة العادية المطاط اختبار صفحة 6 على الدرس الأول كما واحد ألف أكمل العبارات الآتية واحد تطلع عملة الإنارة كل فترة لحمايتها من الصدق والتآكل 2- إذا كانت كسافة النحاس 8.8 جرام على سنتيمتر مكعب فإن كتلة 1 سنتيمتر مكعب منه تساوي نقل جرام 3- الكتلة تساوي إيه؟ 4- الكسافة في الحاج يبقى 8.8 جرام في 1 تساوي كام 8.8 جرام 3- يعتبر محلول نقطة من المحليل جيدة توصيل للكهرباء صح محلول ملح قطعه بينها محلول السكر في الماء من المحليل رضي التوصيل للكهرباء 4- كتلة 1 سنتيمتر مكعب من المادة يعرف بالكسافة 5- وتقدر بوحدة جرام على سنتيمتر مكعب 5- ده علامة صح أمامها العبارة الصحيحة 6- و علامة خطأ أمامها العبارة غير الصحيحة 1- تستخدم سبيكة الزهب والنحاس في صناعة الحلي 2- كل مادة لها درجة انسهار ودرجة غليان مميزتان لها 3- السوديوم والبوتاسيوم من في الزات ضعيفة النشط الكيميائي من في الزات النشطة جدا 4- تصنع أسلاك الكهرباء من النحاس أو الألمونيوم لأنها جيت توصيل للكهرباء 5- قابرة صحيح 5- اذكر أهمية كل من غاز الهليوم 6- ملء 7- بالونات 8- الاحتفالات 8- سبيكة الزلب اللازل لا يصدق صناعة 6- جواني الطهيل 2- ألف تخير الإجابة الصحيحة لكل عبارة من العبارات التالية 1- جسم كتلته 30 جراماً وحجمه 100 سنتيمتر مكعب تكون كسافته نقاط جرام على سنتيمتر مكعب كسافة تساوي كتلة الحاج 30 على 100 0 مع 0 3 على 10 تساوي 3 من 10 جرام على سنتيمتر مكعب 2- عنصر نقاط يستخدم في طلاء الحديد النحاس 3- إذا كان الجسم حجمه 20 سنتيمتر مكعب ويطفو فوق سطح الماء النقي فإن كتلته قد تكون نقاط جرام يبقى هنا الكتلة لازم تكون أقالة من كام من 20 لأن كسافة تساوي الكتلة الحاجب 40- 40 على 20 فهل 2 أكبر من 1 30 على 20 فهل 1 نص أيضا يغوص ناس الشيء 25 على 20 يغوص يبقى 15 تكون أقالة من 20 وبالتالي يطلع النتج أقالة من 1 صحيح فيطفو فوق سطح الماء 4- يمكن التمييز عن طريقه الرائحة 5- بين كل من الحديد والنحاس 6- اللون 6- الخشب 7- البلاستيك 7- العطر والخل 8- العطر والخل 8- رقم جيدة 9- رقم جيدة 10- علما يأتي 1- تطفو كطعة من الخشب على سطح الماء بينما يغوص مصمار الحديد فيه لأن الخشب أقال كسافة من الماء بينما مصمار الحديد أكبر كسافة من الماء 2- يحفظ السوديوم والبوتاسيوم تحت سطح الكاروسين لمنع تفاعلهما مع أكسجين الهواء الرطب 3- يستطم الحديد في خرصانة المباني ولا تستخدم السياخ من النحاس لأنه أكثر صلابة من النحاس 1- كتلة أربعة سنتمتر مكعب من الألمونيوم بتساوي عشرة وتمانية من العشرة جرام طيب مديني كتلة ومديني حجم بعوز الكسافة لأن الكسافة بتساوي الكتلة على الحجم بتساوي الكتلة كام؟ عشرة وتمانية من العشرة على الحجم كام؟ تساوي كام؟ تساوي اتنين وسبعة من عشرة جرام على سنتمتر مكعب اتنين وسبعة من العشرة جرام على سنتمتر مكعب اتنين درجة غالين الماء مئة درجة مقوية أي أن الماء تحول إلى أخر ماء عند مئة درجة مقوية ثلاثة ألف أكتب المستحل العلمي لكل مما يأتي واحد درجة الحرارة التي عندها تتحول المادة من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية صح؟ درجة الغالية اتنين كل ما له كتلة وحجم المادة ثلاثة عناصر تتفاعل مع الأكسجين بعد فترة من تعرضها للهواء الجوي في الزات نشطة نسبيا أربعة المقدار ما يحتويه الجسم المادة صح؟ الكوتلة با استغرق الكلمة غير مناسبة ثم أكتب ما تشير إليه باقي الكلمات واحد الشمع النحاس الزبدة الثلج طبعا نحاس طب إيه رب منهم؟ مواد درجة نسهرها منخفضة اتنين الزيت الخشب الفلين الحديد طبعا الحديد طب إيه رب منهم؟ مواد كسافتها فقل من كسافة الماء ثلاثة الأحماض محلول ملح الطعام محلول كولوريد الهيدروجين في البنزين القولويات صح؟ محلول كولوريد الهيدروجين في البنزين طب إيه رب منهم؟ محليل جيدة التوصيل للكهرباء جيم؟ رتب العناصر القاتية تنازليا حسب درجة نشطها الكيميائي يعمل أنشط إلى أكل نشاط طبعا السوديوم رقم واحد يليه الألمونيوم اتنين ثم الفضة ايه تلاتة أربعة ألف سو مات تحته خط في العبارات القاتية واحد يمكن التمييز بين السكر والملح عن طريق اللون طريق الطاعم اتنين يمكن فاصل مكونات زيت البترول عن بعضها اختلاف درجة حرارة كل منها درجة غليان كل منها ثلاثة كسافة خمسمائة جرام الحديد أقل من كسافة ثلاثمائة جرام الحديد يساوي ماذا يحدث في الحالتين الآتياتين؟ واحد ترك قطعة من الحديد معرضة لهواء الرطب إلذ أيام سيتفاعل مع أكسجين الهواء الرطب وتصدق اتنين ترك قطعة من الثلج في الهواء الجوي فترة من الزمن تنصهر تحول من الحالة الصلبة إلى الحالة إيه؟ السائلة جيم احسب حجم القطعة من مادة كتلتها سبعة وعشرين جرام وكسافتها اتنين وسبعة من عشر جرام على سنتيمتر مكعل طيب الحجم بيتساوي إيه؟ الكتل على الكسافة يعني سبعة وعشرين على اتنين وسبعة من عشر بيتساوي كام عشرة سنتيمتر إيه؟ مكعل ترجمة نانسي قنقر